السلام عليكم ازايكم ايه ارباركم عمليون ايه اه النهاردة هنعمل مع بعض الرز بلبن الكريمي زي اللي بنشتريه اه من محلات الالبان بالظهر المكونات عندي ده اتنين كيلو لبن بس انا خدت منهم كوباية لبن علشان ابقى دو فيها النشا في الاخر اتنين كيلو لبن دول انا احطوه مع البوتاجيز وهحط فيهم كوباية الرز انا غسلاها كويس الرز نايف زي ما هو كده هحطوهم في اللبن وطول ما اللبن على البوتاجيز انا هقضى اقلب الرز في اللبن لغاية لما اللبن يغلي من بقية المكونات انا عندي طبعا الفانيليا وعندي كوباية سكر عندي اه تلات معلق كبار كريم شمسي ومعايا اه معلقتين اه نشا دول طبعا كلهم انا مش هحتاجهم دلوقتي فهركرهم على جاب وهنفضل مع اللبن والرز على النار كل اللي هعمله انه هقضى اقلب كويس اللبن والرز على النار علشان اللبن ما يشدش والرز ما يجزقش في اعر الحالة هنفضل نقلبهم مع بعض مش هنضيف اي حاجة من المكونات هفضل اقلب الغز باللبن الغز واللبن على النار لغاية لما اللبن يغلي معايا اما لسه بقلب الغز هو على النار واللبن عرب يغلي اهم حاجة في الغز باللبن ان انا اجيب لبن من مكان كويس يكون لبن دسم علشان يديه نتيجة كويسة بصوء اللبن عرب يغلي وانا لسه مستمرة او اللبن هيغلي هو وانا مستمرة في التقليم علشان الغز ما يلزقش واللبن ما يشدش مني لازم افضل اقلب طيب اللبن دلوقتي هعمل ايه اللي هعمله اني هطفي النار عليه وهغطي اللبن وهسيب فيه الرز وهركينه على جنب لمدة نص ساعة وبعد نص ساعة هرجع اواريك وهنعمل ايه? ادي الرز بعد ما سبناه وهو في اللبن بعد ما غلي بصو الرز استوى تمام وما استواش في الخمية طبعا استوى في اللبن انا رجعت ولعت عليه البتاجاز تاني علشان يغلي وابدأ بقى اني احط بقيت المكونات انا كنت شايبة انا كنت شايبة كوباية لبن كنت واخدها من الاتين كيلو فهحط نصها على معلقتين النشا الكوبار وهقلبها وهلكنها جنبي كده علشان ايه? ابقى انزل بها لما احط السكر يبقى ادي النشا حطيتها في نص كوباية اللبن وادي كوباية السكر هي كوباية واحدة على المقدار ويطلع مزبوط تمام هحط السكر وهقلب لغاية لما السكر يدوب خالص في اللبن بصوا الرز استوى ازاي ولا سلقنا الرز ولا حطينا مية ولا اي حاجة هو مستوي في اللبن منه في عطول ازاي تاني نقول احنا غالينا اللبن وقبل ما اللبن يغلي بشوية كده قمنا حطينا فيه كوباية الرز وسبنا يغلي مفيش قلبتين كده على المتناز وقمنا طفيل ومغطيل وسركنينه على جنب ساعة لما ارجعت له لقيت الرز بالمنظر ده تمام معي انا النشا واللبن اقلبها كويس عشان انزل بيها في الرز ومعي لسه المكون الجميل اللي بيخليه طعمه زي بتاع محلات القلبان بالظبط وهو الكريم شنطية هنشوف هنحطه ازاي على اللبن. قديني دوبت اللبن النشا في اللبن وهبدأ ان انا احطه وقلب بسرعة عشان النشا ما تكالك عشان. هقلب بسرعة. هلاقيه تقل معي. برضو هستمر في التقليل. وفي الوقت ده هاخت الفانيليا هنحط الكسين الفانيليا. وهقلب برضو عشان النشا تستوي. عندي بقى كريم شنطية هنحطه ازاي? ازر معلقتين او تلاتة كريم شنطية. هنحط عليهم بقية اللبن. بقيتكم بقية اللبن. وهنقلبهم كويس. بقية اللبن. بس هقلبهم كويس علشان يتوزعوا على الغز كله. بالمان زودة. وهنزل فيهم. وهقلب. طعمه بقى ما يترسلش. جربوه ومش هتندم. اما هطفي النار. وهي اللبن. هتبضل سخمة شوية. هقلب. علشان النشا تستوي. وما حسش بطعم. نشا تبز خالص. وانا بطي. بصوا. بصوا قوامه وعمل ازاي. بصوا كريم ازاي. وجميل جدا. هجيب بقى انا عندي كسات. اجيب كباق. هجيب كباق. اللي انا عايز اقدمه فيه وقدمه. ادي الكاس. وهحط فيه. الرز بلبن. بالمنظر ده. بالمنظر ده. هكمل هحط الكمية دي كلها. وهرجع وريكو. منظره عامل ازاي. ادي رز بلبن. بعد ما حطيته في الكاسات. بالمنظر ده. وحطيت عليه فروتس ملونة. وبالهنة والشفاء. اللي يجربوا. يقول لي رأيه ايه. آآ ومتنسوش تعملولي لايك وتعملوا شير. وتكتبولي كومنت برأيكم في الوصفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.